نبدأ بالمتابع يومكم وفقوا باقي الأخبار مع أحلام تفضل شكرا لي كاريم أيضا يعرف المصنع الوحيد للأجر بولاية جيجل المتواجد بمنطقة أشواط في الطهير وضعية مالية جد صعبة نتابع مع أيمن عبد الرحيم ونجمة بكرش وضعية مالية صعبة يعرفها المصنع الوحيد للأجر بولاية جيجل المتواجد بمنطقة أشواط في الطهير بعد تراجع نشاطه والثبب ندرة المادة الأولية المتمثلة في الرمل ما نتج عنه رداءة في نوعية المنتوجة كنا فيما قبل كنا حتى نخدمه حتى الميتين عامل هنا في الشركة هذه حاليا أرانا نخدمه برسك في خمسين ستين كنا البروديكسيون أنه تلحق لك حتى الترونت فاقون بار جور نقص المادة الأولية رح تأثرك على الإنتاج وتأثرك على النوعية المنتوج في نوعية رداء وهذا بسبب غياب المادة الأولية اللي هي الرمل نحن حاليا نضطر إلى التوقف عن الإنتاج لمدة تقارب 24 ساعة لضمان جفاف المنتوج ونوعية الإنتاج وجودة الإنتاج المصنع الواحد اللي رحه في ولاية جيجل رحنا نمشيه ب40 إلى 50 عامل مهدد بالإفلس الإفلس التام والكلي وضعية كبدت المصنع خسائر مالية معتبرة ناهيك عن تراكم الديون بالإضافة إلى التراجع الكبير والمستمر في الطاقة الإنتاجية ما أجبر إدارة المصنع على تسريح مئات العمالة التزامات مع مختلف الزبائن الممردين للمواد الأولية للعتاد للقطع الغيار ديون والله غير ديون جمع نطلب من سلطة العليا البلاد على رأسهم والي ولاية جيجل بإنقاذ المصنع من الغلق الوضعية المالية الصعبة إن استمرت قد يؤدي لإفلاس المصنع بعدما كان في وقت قريب يغطي السوق المحلي بمادة الأشر